ومشروعي قانون يتعلق أولهما بإجراءات تغيير قاعدة الوحدة النقلية الوطنية بينما يتعلق الثاني باتفاقية تأسيس بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة فندق وقادو نتابع فيمايا للنص الكامل لبيان مجلس الوزراء اجتمع مجلس الوزراء يوم الجمعة الخامس عشر دجمبر 2017 تحت رئاسة السيد محمد العبد العزيز رئيسي الجمهورية وقد درس المجلس وصدق على مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة الستين من الدستور باتخاذ أمر قانوني لجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقلية الوطنية يهدف مشروع القانون الحالي إلى توفير المتطلبات القانونية الضرورية لإتاحة تنفيذ إصلاح قاعدة الوحدة النقلية الوطنية في الآجة المحددة وتجدر الإشارة إلى أن الجدولة الزمنية لتنفيذ هذه العملية وحساسيتها يستلزمان تدابير صارمة يسري مفعولها ابتداء من فاتح يوناير 2018 كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة فندق واقادو يأتي مشروع المرسوم الحالي طبقا لأحكام مدونة الاستثمارات كما يهدف إلى المصادقة على اتفاقية تأسيس بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية من جهة وشركة فندق وغادو من جهة أخرى وبمقتضى هذه الاتفاقية ستقوم شركة فندق وغادو بإنجاز مشروع استثماري يتمثل في تشغيل مجمع سياحي في مدينة سليباب بكلفة إجمالية تصل إلى 598 مليون و300 ألف أوقية مع خلق 70 فرصة عمل منها 20 دائمة وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي وقدم وزير الداخلية واللا مركزية بيانا عن الحالة في الداخل ترأس الوزير الأول سيد يحيي الحدمين اليوم بالوزارة الأولى